مادة فعالة كاتيونية من المواد الحافظة الاكثر استخداما في مجال طب العيون ملح عضوي يندلك تحت مركبات الأمونيوم الرباعية التي تعمل كمضادات للميكروبات عن طريق البروتينات المثبطة وتعطيل الأخشية السيتوبلازمية يمكن استخدامه كبيوسايد كاتيونيك سيرفاكتانت فيس ترانسفير ايجن تم اعتماده من قبل وكالة حماية البيئة الامريكية ووزارة الصحة الكندية ضمن قائمة المعاقمات المستخدمة ضد كوفيد ناينتين او كورونا فيروس المستجد بعد الفاصل معانا بنزلكونيوم كلورايد انا احمد فتوح وده معمال كيميائي بالعلم حياتك اسهل قناة معمال كيميائي على يوتيوب الكيمياء ببساطة اني دايميثايل امونيوم كلورايد الكايل دايميثايل بنزايل امونيوم كلورايد بي سي خمسين بي سي تمانين بوترنري امونيوم كومباوند كميع مع سبق هي اسماء متعددة للمركب الكيميائي بنزايل كونيوم كلورايد اعتمادا على النقاء فالبنزايل كونيوم كلورايد يتراوح من عديم اللون الى اصفر باحث البنزايل كونيوم كلورايد سهل الزوبان في الايثانول والازيتون وانحلاله في الماء بطيء ويجب ان تكون المحليل المائية متعدلة الى قلوية قليلا محلول البنزايل كونيوم كلورايد يكون رغوة عند الرجل والمحليل المركزة منه له طعم مر ورائحة تشبه اللوز يتم تصنيع المركزات المعيارية منه بتركيزات 50% و80% وتباع تحت مسمى PC50 PC80 محلول 50% منه مائي بحث اما التركيزات المرتفعة فتحتاج الى مضبطات للقوام لمنع تكوين الجل في ظروف درجات الحرارة المنخفضة مثل استخدام بولياثيلين جيلايكل او الكهول القس الهيدروجيني لتركيز 5 في البيئة منه يتراوح من 6.5 الى 8.5 يعتبر البنزالكوليوم كلورايد عنصر ناشطا في العديد من المنتجات الاستهلاكية خاصة لنشاطه المضاد للفيروسات والمايكروبات فيدخل في صناعة قطرات العين والأنف والبخخات كمد حفظة ومنتجات العناية الشخصية مثل المطهيرات اليد والمناديل المبللة والشامبو والصابون ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل ويدخل ايضا في مطهيرات الجلد وبخخات الجروح ومنظفات الارضيات والأسطح الصلبة مثل كينينيل المضاد للبكتيريا والفيروسات الامريكان جورنال اوف انفكشن كنترول نشر دراسة تم اجراءها على 40 فرد لمقارنة فعالية المزالكوليوم كلورايد مع الإيثانول الدراسة دي تم استخدام المزالكوليوم كلورايد بتركيز 12% والإيثانول بتركيز 70% والبكتيريا المستخدمة كانت هي استفيلو كوكس الدراسة تمت على اسبوعين كل اسبوع كان بيتم استخدام في معاقم مرة المزالكوليوم كلورايد ومرة الإيثانول المتطوع كان بيجي يعمل فينجر برينت باستخدام ايده بدون اي غسيل وبعد كده يخسل ايده بالصابون جيدا وبعد كده يتم تعقيمه باستخدام البنزركونيوم كولورايد في الاسبوع بتاعه ولمدة 7 ايام والاسبوع اللي بعده بيتم اجراء نفس الخطوات ولكن بيتم استخدام الايثانول تركيز 70% في نهاية الدراسة اللي عدنا الكرب الجميل ده اللي بيوضح العلاقة بين الايام على الافقي وعدد البكتيريا على الرأسي واللي بيوضح فعالية اقوى للبنزركونيوم كولورايد بتركيز 12% مقارنة بكحل الايثانول تركيز 70% ولينك الدراسة ده هتلاقوه في وصف الفيديو في ظل ازم التفشي فيروس كورونا المستجد نشرت وزارة الصحة الكندية قائمة تحت عنوان list of hard surface disinfectant for you against coronavirus covid-19 واللي كان البنزركونيوم كولورايد ضمن قائمتها في المغايد الفعالة المستخدمة ضد كورونا فيروس كذلك وكالة حماية البيئة الامريكية نشرت قائمة بالمواد الفعالة ضد فيروس كورونا المستجد تحت عنوان list in disinfectant for use against SARS-CoV-2 واللي كان كواتيرنري امونيوم كومباوند من ضمن القائمة المستخدمة بفاعلية ضد فيروس كورونا يتنافر بنزركونيوم كولورايد مع السطرات والالمونيوم وهيدروكسيميسايل سيليلوز والبروتين بنزركونيوم كولورايد موجود في سوق كيميائي وترى تشتريه اونلاين ويصارك لحد البيت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوبه اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكيمويات ما بقتش صعبة سوق كيميائي تطبيق اندرويد ومتجر اونلاين اختار اطلق استلم